اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مباشر مع طهران حول هذا الملف للحديث عن كل هذا يصرنا أن نصطديف اليوم الدكتور منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن مرحبا بك منذر ومن طهران سيكون معنا عبر الأخبار الصناعية مدير مكتب الميادين محمد صادق الحسيني مساء الخير السيد محمد مساء النور حبيبي أهلين يعطيك العافية واشنطن تقول أنها راغبة فعلا في حوار مباشر وجدي مع طهران لكنها ترفق ذلك بتشديد العقوبات على إيران كيف يمكن تفسير هذه الإشارات المتناقضة؟ أبدأ أولا مع مدير سليمان في الأستوديو برأيك كيف يمكن تفسير هذه الإشارات المتناقضة؟ نريد حوارا جديا ولكن في الوقت نفسه نواصل تضييق الخناق على طهران في العمل الدبلوماسي والسياسي هناك شيء يتعلق بالضجيج وشيء يتعلق بالإشارات بمعنى أن هناك كلام كثير يكون حول بعض الأمور ولكن لا يتضمن فيما يتعلق في التهديد وغيره وكلام أيضا في مؤشرات أنا في تقديري أنه يوجد مزيج من هذين الأمرين ولكن بصورة واضحة هناك مؤشرات صدرت عن الإدارة الأمريكية وخاصة في المؤتمر الصحفي الذي أول مؤتمر صحفي لأوباما بعد إعادة الانتخابه كان هناك إشارة واضحة إلى الرغبة الأمريكية في أن يكون هناك شيء من الحوار الثنائي وليس فقط داخل إطار مجموعة الخمسة زائد واحد يعني من خلال هذه العملية على هامشها على جنبها ولكن بوزاة ذلك هناك رغبة أيضا في حوار الثنائي بين طهران وواشر بالضبط وبمعنى أن كان هناك نفي لعملية محاولات الاتصالات السرية ولكن دائما حتى تتوفر مثل هذه الاتصالات عبر طرف ثالث ربما لا يكون حتى بتكليف من أي طرف وتتم عبر خاصة مبادرة ذاتية مبادرة أحيانا وتتم ذلك وتسرب وكأنها بمعنى أنه لكي يظهر الطرف الذي يرغب في ذلك بأنه ليس راغبا فيه أعتقد أن المؤشرات لا تزال أيضا في الولايات المتحدة بين النهج البيروقراطي التقليدي للإدارة السابقة والإدارات السابقة في كافية التعاطي مع الملف الإيراني بموضوع العقوبات لإظهار أن المعارضة داخل الكونغرس لأي تقارب مع إيران للحوار يمكن أن يتم نوع من إرضاء لهذه القوة وفي نفس الوقت أن عملية التفاوض الممكنة والمحتملة اللاحقة لا تجري من موقف ضعف دائما كان هناك انتقادات لأوباما بأنه هو يقود من الخلف على المستوى الدولي وضعيف في السياسة الخارجية وأنه لا يمارس قوة الولايات المتحدة دور الولايات المتحدة الرياضي والأساسي في تقديري أنه جزء من هذه المسألة استمرار عملية العقوبات هو جزء من عملية الضغط من السياسة العصر والجزرة بزبط تقريبا ولكن في نفس الوقت هو لكي يبدو أن تقديم بعض التنازلات من قبل الطرف الأمريكي يرتبط في أن يكون هناك تخفيض أو تخفيف للعقوبات كمقدمة اسمح لي أن أنتقل منذر إلى محمد صادق الحسيني في طهران يعني ماذا تريد إيران حقيقة من الولايات المتحدة هل يمكن أن ترد إيجابا وكيف يمكن أن يكون هذا الرد محمد بسم الله الرحمن الرحيم يعني في الواقع طهران تعتقد أن الحوار هو السبيل الأنجع لحل مشكلات العالم بالمناسبة بما فيه بين دولة مثل دولتها ومثل دولة الولايات المتحدة الأمريكية لكنها تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش تناقضا حادا في كل مراحل الإدارات الأمريكية المختلفة بما فيها مرحلة الرئيس أوباما فهو في الوقت الذي يدعو إلى الحوار والحوار المباشر هو يعمل على قطع وتكسير وتدمير كل جسور الثقة التي بين الحين والآخر كان يحاول تقديمها سواء إلى الإدارة الإيرانية أو إلى الشعب الإيراني على سبيل المثال للحصر هو الآن يشدد الحصار بشكل قوي جدا وفي تقارير واضحة تقول أن هذا الحصار هو من أجل تحريك الشعب الإيراني الضغط عليه حتى يثور على إدارته فلماذا إذن يحاور إدارة يريد أو يحضر شعبها لتثور عليه فإذن هو ليس هناك صدقية نعم إسمح لي يا بحمد ألا يمكن أن ما عرضوا منذ القبل قليل من أن الضغوطات هي أيضا لكي لا يبرز بموقف الضعيف أمام على الصعيد الداخلي بالنهاية الأمر هناك رغبة حقيقية وهي للمرة الأولى تصدر عن الولايات المتحدة هذه الرغبة على الأقل ظاهريا ولكن كل التقارير الأمريكية الداخلية تقول لأوباما وقد نشر الكثير منها سواء هنا في إيران أو في الولايات المتحدة الأمرية تقول له أن العقوبات لم تؤدي إلا إلى مزيد من تماسك صناع القرار الإيراني مزيد من التماسك بين الشعب الإيراني والإدارة الأمريكية والإدارة في طهران عفوا وبالتالي إيران أنت سألتني ماذا تريد إيران من الولايات المتحدة الأمريكية تريد منها أن لا تتدخل في الشأن الإيراني تريد منها أن توقف العقوبات ترفع العقوبات وخصوصا في إطار الخمسة زائد واحد وهي التي تناقش على حوار مباشر يبدأ في إطار الخمسة زائد واحد أي فيما يتعلق بالنووي سواء كان سياسيا أو فنيا وحقوقيا وتريد أيضا أن تخرج ملف نووي من مجلس الأمن الدولي لأن ذهابه إلى مجلس الأمن الدولي حسب بعض الأعضاء الخمسة زائد واحد هو أصلا غير قانوني بمعنى أنه ليس مكتملا في مشروعيته أن يذهب إلى مجلس الأمن القومي لأنه لم يتم إدانة إيران أما وقد ذهب أما وقد ذهب أما وقد ذهب أما وقد ذهب نعم أوكي صحيح أما وقد ذهب فإن من يريد أن يقدم إشارات لتجسير الثقة أو علامات أو رسائل تجسير الثقة عليه أن يضع في ما يسمى برزمة المشوقات أو المغريات أو أي شيء يقدمها خصوصا أن القمسة زائد واحد تقول وعلى لسان الناطق باسم الحكومة الأمريكية يقول أنه يحضر لرزمة جديدة إلى الإيرانيين في هذه الرزمة ليس هناك لا رفع عقوبات ولا إخراج بمجلس الأمن الدولي بل هناك تجديد من العقوبات ضمنا منه أن تجديد العقوبات هذه يمكن أن تجبر الإدارة الإيرانية على التفاوض الإيرانيون يقولون العكس تماما المفاوضات تحت العقوبات مثل المفاوضات تحت النار نعم نحن في حلقة مفرغة منذر يعني هناك مطالب ومطالب مضادة وكيف يمكن السبيل إلى الجمع بينها وعلى الأقل إيجاد أرضية مشتركة يعني سمضع أكثر من عشر سنوات على هذه المفاوضات ولم تأتي بجديد والموضوع الإيراني لا يزال حتى الآن يثير مخاوف البعض أولا أحاول أنا تفسير الموقف الأمريكي بقطع النظر عن تقديري الشخصي للموضوع لا يجب أن ننسى أن إبعاد موضوع الضربة العسكرية أو التلويح بالضربة العسكرية وإن كان تهويلا وإن كان تهديدا فارغا لن ينفذ أن كان هناك رغبة من معسكر الحرب إن كان المعسكر الإسرائيلي أو المعسكر الحرب في أمريكا كان يجعل موضوع الإقدام على التلويح بالعمل العسكري ووضع خطوط حمراء وكلنا نتذكر هذا الأمر في الصدارة نحن الآن نجد أن موضوع العقوبات وليس موضوع الضربة العسكرية هذا يشكل بالمقياس الفعلي تفسير بتراجع الموقف الأمريكي أو على الأقل الاقتراب أن موضوع العقوبات يمكن أن يشكل العامل الضاغط ولكن بالطبع العقوبات واستمرار كنهج العقوبات لن يفيد شيئا بمعنى هو يضر بمصلحة الشعب الإيراني بالتأكيد وهو يضر بإمكانيات بناء جسور الثقة للبدء بمفوضات ولكن هذا التوجه الأمريكي حتى الآن قبل استكمال الإدارة الأمريكية لطاقمها الجديد الإدارة الجديدة بعد انتخاب أوباما يبدو أن هذا استمرار للنهج الذي كان قائما ولكن في المؤتمر الصحفي أعود وأكرر كانت إشارات واضحة من أوباما ووجهت له انتقادات بأنه تم تعديل الموقف الأمريكي ولكن نجد أن أوباما لأول مرة يوضح بصورة إمكانية اللقاء الثنائي إمكانية الحوار الثنائي ولكن على أي أرضية منذ يعني اللقاء يجب أن يكون هناك على الأقل نقاط طلاقي بين الطرفين نحن في حلقة مفرعة بالضبط الموقف الأمريكي يرغب في أن تصدر إشارات أيضا من طهران أنا هنا أيضا أفسر هذا الموقف وبالتالي للحديث ليس فقط عن الملف النووي لأن في تقديري أن الملف النووي هناك إمكانيات كبيرة لإيجاد حلول وإيجاد مساومات وكلنا نتذكر أن هناك محاولة الاتفاق التركي لبرازيلي الوساطة والتي نصفت من قبل الولايات المتحدة بدرجة الأولى ولنقل عمليات بعض التخصيب إلى روسيا بالضبط نقلوها أنا في تقديري أن وكالة الطاقة الضرية حتى وكالة الطاقة الضرية بالحديث عن مزيد من الرقابة والحديث عن إمكانية إيجاد حل شبيه قريب من هذا الأمر ربما سيكون بعض المداخل نحو أن يكون بالتوازي هناك عملية لتخفيض العقوبات لاختبار النيات من قبل الأطراف وفي نفس الوقت الانفتاح حول نقاش ملفات أخرى بمعنى أن الملف النووي ملفات تقليمية لإيران بمعنى أولا يجب أن يصان لإيران موقعها ودورها الإقليمي والاعتراف به والاعتراف بمصالح إيران هل يمكن أن تقبل أمريكا بهذا المطلب؟ لا يمكن أنه في نهاية الأمر أن تدخل في مخوضات إلا وأن يتم احترام موقع إيران ووزنها الإقليمي والبحث في هذا الأمر والانطلاق من هذا الأمر كخطوة أولى باتجاه تخفيض التوتر تخفيف موضوع العقوبات السعي لحصول على اتفاقات وفي نفس الوقت البحث في الملفات الأخرى منذر أرجو أن تسمح لي بالانتقال إلى محمد صادق الحسيني الكاتب والمحل السياسي من طهران أود أن أسأل كما يقول منذر هل حقيقة ما يستشف من كلام منذر أن الملف النووي الإيراني هو العنوان الذي يمكن أن تتمحور حوله أنقاشات من أجل البحث في قضايا أخرى تهم أو لإيران علاقة بها أنا أعتقد نعم أن الورقة الإيرانية يعني أنا أضيف ما تفضل به الدكتور منذر أن الاعتقاد الإيراني على الأقل تقديرهم الموقف هنا أن الورقة الإيرانية هي خدعة وهي لغط مقصود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن اختلق هذا الملف بالمناسبة الملف النووي الإيراني اخترعته منظمة الـ ISIS Institute for Science and International Security منظمة العلم والأمن الدوليين وهي الدراع الاستخبارية التابعة لإسرائيل للحركة الإسرائيل العالمية هي تصدر التقارير التقارير وليست الوثائق وهذا الفرق بين الإيرانيين الذين يطالبون بوثائق دامغة بينما الأمريكيون والغربيون مجموعة 5 زائد 1 يقدمون دائما تقارير تقارير استخبارية تقدمها منظمة الـ ISIS الأمريكية قبل أن تصدر من الوكالة الدولية للطاقة الضرية وبالتالي لا يمكن للأمريكيين أن يدعوا أن المسألة النووية هي المسألة الأخطر وهم يفكرون بالمراهنة على كل ما تقترب المفاوضات مرة يراهنون على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا مرة يراهنون على أن الوضع في العراق يتغير بينما الإيرانيون يحضرون الاتفاق استراتيجي مع العراق مرة يراهنون على تغيير الوضع في أفغانستان والإيرانيون يحضرون الاتفاق استراتيجي عميق جدا بينهم وبين الأفغان كلما يخسر الأمريكيون جولة في بلد أو في إقليم مرة يراهنون على الربط بين قضية البحرين وقضية سوريا وهكذا يعني والمسألة الأساسية كل الممثلين أو الموفدين الذين يأتون من الغرب ومن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير مباشر يحملون عنوانا واحدا ارفعوا أيديكم عن القضية الفلسطينية أو اخرجوا فلسطين من السياسة الخارجية الأمريكية ونحن نعطيكم ما تريدون هذا يعني أن الملف هو ليس الملف النووي يعني أن القضية الفلسطينية في حال ابتعاد إيران عن القضية الفلسطينية وعن قضية الشرق الأوسط يعني النزاع المزمن في المنطقة هل يمكن أن نشهد مثلا تحولا ما أو قبولا ما بإيران نووية أو على الأقل بطموحات إيران الإقليمية بعيدا عن فلسطين تماما هذا ما أبلغ على لسان وزراء خارجية عرب وخليجيين أوفدوا من قبل الإدارة الأمريكية سواء في عهد الرئيس السابق بوش أو في عهد الرئيس الحالي أوباما حتى أن أوباما كتب ثلاث رسائل إلى القيادة الإيرانية العليا يشرح فيها هذا الموضوع ويقدم التطمينات إلى أنه ليس فقط يقبل بالطاقة النووية السلمية بل إن من حق إيران أن تذهب يعني عضو في النادي الدولي النووي يعني يمكن القبول بطلوحات إيران النووية ولكن بحدود في أي حدود منذر ممكن لباشنطن أن تقبل كان واضحا لذلك يعني يجب تركيز على نقطة أنه ليس فقط تحدث عن هذا النهج أو هذه الإشارات تحدث عن أن هناك إمكانية لحوار ثنائي تحدث عن حق إيران في تطوير السلمي للطاقة وبالتالي هذه كل مؤشرات تدل على أن هناك إمكانية لحدوث اختراقات فيما يتعلق في الملح هناك تحول في اللوقف البداية وعلينا أن يعني ننظر للمسألة من زاوية أن ليست غدا الأمور ستحصل ولكن هناك توجه طبيعي ومفروض على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تتعامل مع القضايا الدولية بنهج مختلف قليلاً عن النهج السابق وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعانيها الولايات المتحدة أحسنت أود أن أسأل عنه ولكن بعد فاصل قصير فأرجو أن تبقى معي منظر وأيضاً محمد صادق الحسيني من طهران فاصل قصير ونعود مشاهدنا أهلاً بكم من جديد في حوار الساعة ومع ضيفينا منظر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن والكاتب المحلل السياسي من طهران محمد صادق الحسيني كنا نتحدث طبعاً مع منظر قبل قليل عن الأبعاد ربما الاقتصادية لهذا التحول في الموقف الأمريكي كنت تشير إلى أن وجود احتمالات قد تكون وراء احتمالات اقتصادية وراء هذا التحول في الموقف الأمريكي ربما والليوني التي تبديها واشنطن حيال الملف الإيراني أولاً دعني أوضح إذا كان هناك من انطباع قد تركته بحديثي حول تفسير الموقف الأمريكي ودوافعه بأن هناك تسوية قريبة لهذه الملفات أنا لم أقصد ذلك أنا أقول بأن هذا هو النهج الأمريكي نحن نحاول تفسير الموقف الأمريكي وما هي الاعتبارات التي تتحكم فيه هناك عدة اعتبارات اعتبار الأزمة الاقتصادية الداخلية التي يتفاوض عليها الآن الحزب الجمهوري والديمقراطي والتي يمكن أن تفرز تسوية مؤقتة أو تسوية طويلة المدى تساعد على إيجاد مناخ يستطيع فيه أوباما في دورته الثانية أن يتصرف بطريقة أفضل مما تصرف سابقاً بمعنى على مستوى السياسة الخارجية تحرر من الضغوط نعم الأمر الآخر هو الطاقم الجديد للسياسة الخارجية طاقم الأمن القومي خاصة وزير الدفاع هناك مؤشرات على أن كاري سيأتي في الخارجية وتشاك هيجل الذي جمهوري معتدل يأتي إلى وزارة الدفاع لا تربطه علاقات وثيقة باللوبي الصهيوني أولا أقل هناك اعتراضات قوية بمعنى أنه هل هو ينظر إلى تحضير فترة تتعلق بتمهيد الأجواء للانتخابات الإيرانية أيضاً بمعنى أنه هناك بعض الفواصل التي يحاول لا شك أنا أتفق مع الكلام الذي يقول أن الولايات المتحدة في نهجها في حربها السرية القائمة على كل معسكر المقاومة ومن ضمنه إيران هي تخوض حرب سرية وتحاول أن تخلق ثورة ملونة في ظل أي إمكانية لحدوث انتخابات وغيرها عبرها تحاول أن تحقق ذلك لمزيد من الضغط الداخلي ولكن في نفس الوقت هي تدرك أنه ربما لن تنجح هذه الوسائل ستضطر إلى أن تكون هناك فرصة للجلوس والتفاوض ما هي كيف يمكن أن نهيي ولكنها تلعب لعبة حفة الهوية في بعض الأحيان خصوصا مع إيران نصل إلى مرحلة ضغط قوي ومن ثم نتحدث عن رغبة في حوار جهد في البحث في مخارج لهذا الملف المزمن الذي مضى عليه عشر سنوات ولم يحقق أي نتيجة المسألة التي يسأل عنها الجميع هل أن أوباما سيتصرف في الدورة الثانية بنوع من الحرية وهامش من المرونة بحكم أنه لا يحتاج إلى أن يعاد انتخابه وبالتالي سيتصرف بقوة أكثر بعزيمة أكثر كونه الرئيس الذي يحاول أن يخرج الولايات المتحدة من الحروب والأزمات هل هو سيدخل في نطاق التسويات ومتى سيبدأ هذا الأمر وما هي المؤشرات الحقيقية على ذلك نحن الآن في مرحلة تمهيدية التي هناك إشارات متضاربة حولها ولكن الذي سيفرض على أوباما السير في هذا الأمر هو الوضع الداخلي الأقليمي بمعنى كيف تتصرف إيران ما هو الوضع الداخلي في سوريا بمعنى كيف تجري الأمور وضع وضعية الصراع العربي الإسرائيلي وضعية ما يسمى الدول الربيع العربي وهل أنها ستسير نحو الحضن الأمريكي الدافئ أو أنها ستسير باتجاه لاعتراض على ذلك كل هذه الأمور نحن في هذه الفترة وعلى مبارزة فيها هي الانتخابات الإيرانية وكيفية مسار الاتجاه داخل إيران هذه كلها أمور الآن يتم النظر فيها لذلك لا أتوقع تسويات قريبة أو ربما دخول في مفاوضات قريبة مفاوضات حقيقية وجدية ولكن سيكون هناك مساعي نحو التحضير لها نحو التحضير لها حمد صادق الحسيني طبعا الأمريكيون يقولون أن الكرة في الملعب الإيراني هل تعتقد أنه كما يقول منذر أنه الأمور ستبقى على ما هي عليه وربما بشكل خجول ولن يكون هناك مفاوضات حقيقية وجدة قبل الانتخابات الإيرانية المقبلة دعني أعطيك تقديرا للموقف موضوعي لما يدور في الكواليس الطبقة السياسية الإيرانية هناك غالبية لدى الطبقة السياسية الأمريكية يعتقدون أن هناك ثلاثة مستويات إيرانية نعم 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 أن هناك ثلاثة مستويات استخدمتها الإدارة الأمريكية معهم يعني مع صناع القرار الإيراني مع مطبخ صناعة القرار مع القيادة الإيرانية بشكل عام هي المفاوضات تحت النار المفاوضات تحت الضغوط الاقتصادية المفاوضات تحت سقف الخديعة في المرحلة الأولى قبل معادلة مضيق هرمز والتطور البحري والعسكري الإيراني كانت المفاوضات تسير تحت النار عندما كانت ظروف اشتعال الحرب قوية جدا وعوامل اشتعال الحرب ونسبة منسوب احتمال اشتعال الحرب قوي هذه المرحلة انتهت عندما تطورت قوة الدفاع الإيراني إلى درجة أرسل فيها الرئيس أوباما رسالتين إلى القيادة الإيرانية العليا قال صحيح أنكم تستطيعون إغلاق مضيق هرمز لكننا لا نريد أن ندخل في هذه المعركة ما بعد معادلة مضيق هرمز دخل في التصعيد لأعلى نقطة ممكنة إلى الأوج إلى الدروة بالحملة الاقتصادية الآن هو وصل إلى درجة بدأت هذا التصعيد الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية تنعكس سلبا على اقتصاديات أوروبا وعلى اقتصاديات الولايات المتحدة الأمريكية من أي ناحية محمد تنعكس سلبا؟ يعني بمعنى أن الإيران نعم النفط بشكل رئيسي والبنوك والتعاملات التجارية والاقتصادية بشكل عام بس النفط بشكل رئيسي لأنه كل يوم كان يمر على العقوبات الاقتصادية الأحادية في غالبها من أمريكا ومن الاتعاد الأوروبي كان يستثني مزيدا من الدول لتعامل النفطي كان يرى أنه لا جدوى من ذلك لا الشعب الايراني قام على حكومته ولا الاقتصاد الايراني دخل في أزمة عميقة بل أنه دائما كان يحسن نفسه بنفسه اعتمادا على الخطة الايرانية التي تقول أننا يجب أن نصل في يوم نستطيع أن نقاوم لسنوات عديدة من دون أن نخسر هناك تهمات إيران بأنها نجحت في التحايل على كل الأقوبات أو على معظمها على الأقل الأقوبات التي فرضت عليها وهذا ربما ما أعطاها على الأقل نفحة أكسجين لمواجهة الضغوط تماما لذلك الآن في صندوق التنمية الوطنية الإيرانية نحو 40 مليار دولار لدعم القطاع الخاص في هذه الظروف الصعبة التي تمر على الوطن وعلى المنطقة هذا نهيك عن عشرات الآلاف مليارات من الدولارات من ذهب وأيضا في بنوك خارج إيران فهذا الوضع الآن نقلهم إلى الخديعة اليوم يتحدث بالأمس قال الدكتور علي أكبر صالحي وعدد كبير من وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية وعدد من السياسين الإيرانيين أن هناك خديعة ما تحاول أن تعطي الرأي العام العالمي والرأي العام في المنطقة نوع من الأمل بأن ثمة مفاوضات يمكن أن تقوم بين الإدارة الأمريكية وإيران الهدف منها هو إضعاف أن الموقف الإيراني يرى أن هناك محاولة أمريكية لإهام العالم بأنه ثمة تحولا ما تحول إيجابي ربما في موضوع التفاوض مع إيران لكن ما الهدف منه هل هو لتضييع الوقت؟ هو لشراء الوقت إلى آذار المقبل لكن أيضا يحمل جزءا مما تفضل به زميلي الدكتور مندر سليمان بمعنى أن أوباما يشعر بأنه بحاجة لحل مشكلته الداخلية مع الجمهوريين مع المتطرفين والموضوع الاقتصادي الأمريكي لكنه هو محاولة لقذف الأزمة إلى الخارج لذلك هو يقول كما تفضلت أن الكرة في الملعب الإيراني الكرة في الملعب الإيراني حتى يتحرر من الضغوط الاقتصادية الداخلية ومن الضغوط السياسية من الحزب الجمهوري وأيضا من الضغط اللوب السيوني أو إسرائيل أسألك محمد وأيضا السؤال المطروح على منذر ما هي مخاطر تفجر حرب في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي بداية من طهران أنا أعتقد والطبقة السياسية الإيرانية تقول أنه لو اشتعلت أي حرب وفرض المحال ليس محال هم يعتقدون الحرب غير موجودة لا الإرادة ولا الإمكانية لدار الأمريكية ولكن إذا ما اشتعلت إذا ما اشتعلت هذه ستكون حرب عالمية وبالتالي هذه سينتج عنها اشتعال النار في كل المنطقة بل إنها يمكن أن تصل إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية لأن هناك نظام عالمي جديد يتكون في العلاقات بين الدول معادلة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية سقطت في أكثر من مكان سقطت في بيروت سقطت في غزة والآن هي سقطت أيضا في دمشق نحن نعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وجبهتها العالمية خسرت أكثر من منطقة وخرجت من العراق وتحضر الخروج من أفغانستان وبالتالي هي ليست في عصر الحروب هي في عصر حروب بالوكالة صفر قتيل أمريكي هذا لا يعني أن الحرب جاء قادمة لكن فيما لو اشتعلت عند ذلك سيدخل العالم كله هذا ما قاله الرئيس بوتين لنا هذا ما قاله الرئيس الصيني للإيرانيين وهذا ما يتداول في كل كواليس وردهات السياسة العالمية ابقى معي محمد لو سمحت أعود مجددا إلى منذر طبعا منذر محمد يتحدث من طهران عن أنه هناك التدخل في الصديات العالمية قد يكون السبب الرئيس في هذا التوجه الإيجابي الذي نلحظه في خطاب أوباما تجاه إيران هل برأيك هذه هي الحقيقة المجردة؟ الفهم الأمريكي أن العقوبات تحقق آثارا صحيح أنه ولا يجوز التقليل من آثار هذه العقوبات لا يمكن أن نتحدث أنه نرغب في رفع العقوبات ونقول بأنها لا تؤثر بالتأكيد هي تؤثر ولكنها لم تؤدي إلى تركيع إيران لم تؤدي إلى وضع إيران في وضع اقتصادي كارثي ولكنها تعقد الأمور داخل إيران وبالتالي مراهنة الإدارة الأمريكية ومراهنة إدارة أوباما على أن تجديد هذه العقوبات تويت سعها وإن كانت هي غير شرعية بمجملها أصلا كلها ولكنها ربما تشكل عامل ضغط حقيقي داخلي هذه مراهنة أمريكية مشروعة ولكن فيما يتعلق ما يمكن أن يشكل على المستوى العالمي تفجير لحرب أقليمية أنا في تقديري منطقيا معسكر المقاومة لو قلنا المعسكر إيران سوريا المقاومة الفلسطينية المقاومة اللبنانية ومسانديهم لا يوجد في الأفق أمامي لا أشعر في قراءتي أنهم في صدد أنهم يصعدوا هم ويباشروا في حرب وقائية لنقول عنها أنها حرب وقائية حرب دفاعية لنسميها ما شيء استباقية استباقية الطرف الآخر هو يتقن فن الحروب بالوكالة كما ذكر زميل الصديق محمد وهو بنهاية الأمر إذا كانت ساحة المعركة الأساسية الآن سوريا لأنه لو نظرنا إلى أن إيقاف العدوان على غزة بهذه السرعة يدل على أن هناك مؤشر إلى الرغبة بأن هذا الأمر يمكن أن يتطور بشكل سلبي لغير صالح معسكر المضاد للمقاومة إذن المعسكر الأمريكي الأوروبي الإسرائيلي إلى آخره المعسكر العربي الداعم المؤيد إذن في هذه الحالة هناك إمكانية من خلال الحريق القائم في سوريا الآن لأي حرب إقليمية أن تنشب قد يكون القصد إيران ولكن عبر سوريا قد يكون القصد أي مكان آخر قد يكون الهدف أيضا من سوريا محاصرة إيران بالضبط يعني إلى آخره محاصرة ولكن ولجم إلى حد ما طموحاتها الإقليمية بتأكيد أنه بناء أي خسارة لأي حليف إقليمي إلى أي خصوصا سوريا خصوصا سوريا وبالتالي هل أن الولايات المتحدة مرتاحة على ما يجري في سوريا في تقدير نعم مرتاحة هي تتم حرب بالوكالة حرب عالمية بالوكالة داخل سوريا يتم تدمير سوريا وعلى سوريا وعلى سوريا طبعا وعلى سوريا يتم وبأقل تكلفة للولايات المتحدة نفسها قد تكلف حلفائها على المستوى العربي والإقليمي ولكن هي إذن السؤال كان هناك نزعى من بعض الحلفاء الإقليمين للولايات المتحدة الذين رغبوا في نصر سريع في سوريا وعندما لا يأتي هذا النصر السريع نجدهم يحاولون التصرف بطريقة تؤدي الإمكانية نشوب هذه النزاع عند ذلك يلوح الطرف الآخر بأن هذا سيكون حريقا شاملا ولكن المبادرة ستكون إما من تركيا إما من إسرائيل الطرفان الأساسيان يعني قوة في المعادلة الذين يستطيعان الولايات المتحدة وأوباما ليس في صدد الدخول في حرب نزاع جديد هو يحاول الخروج أم لأسباب اقتصادية لأسباب اقتصادية وأسباب داخلية وأسباب داخلية أمريكية الولايات المتحدة هذه الامبراطورية الأمريكية هي في حالة تراجع استراتيجي لا يوجد إنكار لذلك ولكن عمليا الأزمة الاقتصادية عميقة لدرجة أنه لا بد من معالجة الملفات الداخلية وبالتالي ليس في صدد أن يكون هناك الدخول أو التحفيز نحو حروب شاملة طالما أن هناك حروب أخرى تتم يعني محصورة محصورة ويمكن أن هذه الحروب تتم عملية استنزاف قدم إنهاك إضعاف تعطيل أي دور إيجابي لأي قوى حلقة من حلقات المعسكر الآخر إذن طالما أن هذا الأمر قائم بانتظار كل ما تأتي جولات إقليمية جولات مثلا في سوريا ويأتي الأمريكي إلى الحليف الروسي لسوريا ويقول هل أنتم الآن بصدد التسوية التي نرغبها ويأتي الروسي ويقول له لن نحب بالضبط يتم تفاوض بالنار في المسرح السوري عمليا كما تم إلى حد ما في غزة وغيرها ولكن حتى الآن لا يوجد أي مؤشر على أن الولايات المتحدة ترغب في أن تطلق ذراع الإقليمي التركي أو الذراع الإقليمي الإسرائيلي في الولوج في حرب شامية أود أن أسألك أيضا يتحدث وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي من أن واشنطن تسع من خلال طرح موضوع المباحثات إلى فتح باب جديد من أجل ممارسة الضغوطات على إيران وليس من أجل معالجة المشكلة يعني أنه في النهاية هناك مسعى جديد من خلال هذه الليونة الظاهرية من أجل تضييق الخنق أكثر وأكثر على إيران هل يمكن أن يكون ذلك القراءة صحيحة؟ هي فترة زمنية تحدثنا عنها أنها فترة التحضير منتظار الانتخابات تتم بأشكال مختلفة إذا كان يوجد لدى الولايات المتحدة رغبة إذا استطاعت أن تحقق نوع من الفوضى الداخلية في إيران عبر موضوع الانتخابات هي فشلت على كل حال ساعد أو يعني أنه ساعد بعض إلى إصارة قلاقه في إيران هي برأيها أن الأزمة الاقتصادية في الواقع هي لها مفعول عكسي بمعنى الشعب الإيراني بدل أن ينطفض ضد النظام هو ينطفض على الولايات المتحدة التي وعلى حلفائها الذين يأتون بهذه العقوبات ولكن هناك وهم وهناك مراهنة على إمكانية أن يؤدي هذا الأمر في ظل استحقاقات سياسية داخلية إيرانية إلى وضع داخلي إيراني يشكل دعني أذكر لك محادثة خاصة تمت بيني وبين بريجنسكي منذ ستة شهور كان يتحدث عن إيران ويتحدث عن روسيا وذكر لي وهذا منظر استراتيجي رغم أنه لا تتبنى إدارة أوباما رأيه هو ينتقد إدارة أوباما ولكنه الأقرب إلى الرؤية الاستراتيجية البراغماتية الواقعية هو يقول أن إيران هي ستكون أقرب إلى الغرب مما يعتقد البعض وعلينا أن نمارس كافة أشكال المقاربات غير العنفية يعني غير الحرب وهذا سيكون في المدى الطويل أنجح طبعا هذه رؤية هذه قراءة مدى الاستراتيجي يعني المدى الاستراتيجي وهو يراهن بنفس القوة على روسيا أيضا هو يقول أن روسيا لا تقدم نموذجا اقتصاديا مغايرا كليا للغرب هي أحد تجليات وبالتالي علينا أن نراهن بأن نأتي ونجذب روسيا وأن الشعب الروسي أيضا ونحن نجد المعارضة لبوتين التي تتم والتي تتم بأشكال معارضة ضعيفة على البحر ولكن تتم بأشكال ودعم أمريكي ونجد ماذا يقوم بوتين من إجراءات ضد هذه المنظمات التي تتحرك بدعم أمريكي داخل روسيا ولكن هناك مراهنة استراتيجية في ظل هذا الانكفاء هل يمكن أن تكون إيران أقرب إلى الريس المتحدة يوما ما هذا على كل حال ما سنعود إليه نطرع على الأستاذ محمد صادق الحسيني أيضا من طهران ولكن بعد الفاصل مرحبا بكم مجددا المشاهدين الكرام في الجزء الثالث والأخير من حوار الساعة مع ضيفينا في الستوديو مدير مكتب الميادين في واشنطن والكاتب والمحلل السياسي من طهران محمد صادق الحسيني ونسأل الأستاذ محمد من طهران الأستاذ مونزر كما كان ينقل لنا عن المنظر بلجينسكي أن إيران يمكن لها أن تكون يوما أقرب إلى واشنطن من غيرها كما نقلت مونزر هل بإمكان هذه الرؤية أن تتحقق برأيك محمد يعني هذه بالنسبة إلى الإيرانيين هي أضغاث أحلام عند يعني أحلام وردية أحلام يقضة أحلام أحلام لا أدري ما أسميها يعني هنا يناقش كثير في غرف العصف الفكري أنه هل يأتي يوم ويمكن تسوية الأوضاع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تقريبا هناك إجماع أن هذا الأمر مع الإدارات الأمريكية المقبلة حتى أن هناك يعني شبه إجماع بأن هذا أشبه بالمستحيل في ضل بقاء الولايات المتحدة الأمريكية يعني في سياستها الداعمة بالمطلق للكيان الصهيوني والذي هو بالنسبة للإدارة الإيرانية وبالنسبة للشعب الإيراني بشكل عام عقيدة وليس فقط سياسة خارجية أنه كيان غاصب كيان وهمي كيان مزعوم كيان مزروع في قلب العالم الإسلامي يجب أن يخرج يعني بمعنى أن فلسطين هي جزء من السياسة الخارجية إذا استطعنا انتزاع فلسطين من السياسة الخارجية أنا قلت لك أن هذا أكثر من وزير يعني وزير عربي خليجي صارح الإيرانيين مباشرة في أيام بوش قال أنا التقيت مع وزير الدفاع الأمريكي أنا ذاك نسيناها لأنه فشل وخرج من الرمسفل نعم قال نقل إلى الإيرانيين أنه قال للوزير الخليجي كان حاملا رسالة من الأمريكيين أن باستطاعة إيران أن تمتلك قنبلة نووية كما امتلكتها الباكستان وهي دولة إسلامية إذا ما رفع أيديهم من فلسطين هذا ما قاله أيضا أمراء خليجيون في هذه المسألة لذلك أنا أعتقد هذا يعني صعب جدا لدى الطبقة السياسية الإيرانية حمد اسمح لي أنا توقف عند التصريح أدل به وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي يقول أن الرصد الضقيق للمواقف المعلنة والممارسات العملية الأمريكية تؤكد عدم مشاهدة أي التغييرات في سياسات واشنطن العدائية ضد الشعب الإيراني وفي الوقت نفسه يتحدث عن ضرورة الحوار وأهمية الحوار مع واشنطن هذا صحيح هذا صحيح بمعنى لأننا نعرف أن كل مصائبنا هكذا يقول الإيرانيون هي من الكيان الصهيوني التي هي أدات بيد الولايات المتحدة الأمريكية في السياسة العالمية وبالتالي لا حل لكثير من قضايا المنطقة إلا بالحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بشرط أن تخرج الولايات المتحدة الأمريكية من سياسة الدعم المطلق لإسرائيل ولما كان هذا غير ممكن بل أن الإدارة الأمريكية بما فيها إدارة أوباما هي تتسلح نوويا هي تقتل العلماء الإيرانيين هي تقترق الأجواء الإيرانية بالطائرات بدون طيار هي تحاول التجسس بشكل دائم على استخباري وغير استخباري على الأوضاع الإيرانية هي تتدخل في الشؤون الداخلية هي تشتري عملاء هي فاتحة لحرب سيبرية سيبرية مفتوحة ضد الإدارة الإيرانية هي تحاول تعطيل منشأة بوشهر ومنشآت كثيرة استراتيجية في إيران من خلال الحرب الإلكترونية هي داخلة في حروب على مستويات عديدة هي تدافع أو رفعت الغطاء عن منظمة إرهابية اسمها منظمة مجاهدي خلق في إيران بالرغم من أن الدول الأوروبية وكثير من الدول في العالم وضعتها على لائحة الإرهاب هي الآن تقود حرب لإسقاط حليفة إيران سوريا وفتح الأبواب للناتو ليصل إلى بوابات موسكو وبكين وبالتالي مثل هذه الإدارات الأمريكية بالنسبة لوزير رئيس الدبلوماسية الإيرانية والطبقة السياسية الإيرانية هي لا تريد حقيقة فتح حوار حقيقي وبالتالي هي تستخدم الخديعة وإيهام الرأي العام حتى تشتري الوقت لوصول لحدوث تغييرات كبيرة في المنطقة يمكن أن تؤدي لكن يعتقدون أيضا أن أوباما شخصيا ربما يريد أن يسجل في تاريخه أنه استطاع أن يكسر القطيع مع إيران وأن يطبع العلاقات هو يريد في داخله مثل هذه الإرادة لديه لكن مجموعة الظروف التي تتحكم بإدارته لا تسمح له بالقيام بهذه العملية منزر هنا في الأستوديو يهز برأسي موافقا على ما قلت حول أوباما ورغبته ربما في أن يكون الرجل الذي نجح من داخل البيت الأبيض في كسر القطيع مع إيران بعد أكثر ثلاثة عقود من العداء بالتأكيد ربما هي رغبة أوسع أيضا لأوباما بأن يحقق إنجازات على مستوى السياسة الخارجية وبالنسبة له الإنجاز الذي حاول تسويقه هو نجاحه في حرب ثالثة هي حرب الدرونز الحرب الفاشلة في تقديره هي حرب غير قانونية وغير أخلاقية بنفس الوقت الذي حصل فيها على جائزة نوبل للسلام قبل أن يصل إلى البيت الأبيض وقبل أن يحقق شيئا واستمر في هذه السياسة المرفوضة على مستوى لأنها تنتهك القوانين الدولية والسيادات ولا غير ما حاولت أن أوضحه أنه في العقل الأمريكي الاستراتيجي هناك رؤية لإيران بأن الشعب الإيراني ناضج جاهز داخليا عبر القوة الناعمة عبر الانفتاح أن يكون أكثر اقترابا ليس بالضرورة للموافقة على السياسات الأمريكية ولكن ليكون هناك تفأ أكثر بالظبط بمعنى أنه حان الوقت وأن الشعب الإيراني ناضج ولديه قطاعات واسعة وراغب في هذا الأمر ولكن الظروف السياسية والصراعات قائمة وبالتالي رؤية هذه هؤلاء الحكماء لنفترض بين قوسين في الداخل الأمريكي بأن المقاربات العنيفة والمقاربات المتحدية والمقاربات المستهترة والمقاربات التي تستعلي على الإيرانيين هي مقاربات خاطئة لأنه في جوهر الأمر يمكن أن يكون للمقاربات الأخرى نتائج أفضل خاصة أنه ليس واردا شن حرب على إيران وأصبح أضحى هذا أمر أسألك صحيفة بريطانية صحيفة الفينانشل تايمز منزير اعتبرت أن ملف برنامج إيراني النووي سيشكل التحدي الأصعب لحيث السرعة والفعالية أمام الفريق الجديد القادم مع أوباما في إدارته الثانية وبخاصة إلى وزارة الخارجية هل هذه القراءة محقة هل فعلا أنه سيكونون أمام تحدي صعب كل الدوائر المؤيدة للصهيونية تحاول وضع الملف النووي الإيراني في صدارة الأمور والأولويات بينما بالنسبة لأوباما كان واضح حتى في المناظرات إذا تذكرنا المناظرات التي جرت بين أوباما وبين رامني هل تذكرون أن رامني الذي ينتمي إلى معسكر الحرب هو الذي تحدث على موضوعة أن السلاح الملف النووي الإيراني والسلاح النووي المزعوم الإيراني أنه هو أخطر شيء بينما تحدث أوباما بأن الإرهاب هو أخطر شيء وهذا يدل على مقربة هناك مقربتان مختلفتان بالتأكيد طبعا يمكن الحديث عن الإرهاب النووي بمعنى أنه الانتشار السلاح النووي يشكل خطر هذا يوافق عليه أوباما ولكن لن تكون هناك أولوية أنا في تقديري الوضع الدولي والوضع الإقليمي مرتبط بقدرة القوى الإقليمية على فرض حقائق موضوعية وعبر فرضها لحقائق موضوعية إن كان مثلا في الصمود في غزة إن كان في الصمود مثلا في سوريا وعدم تحويل سوريا وتمزقها وتفتيتها إن كان في صمود المقامة في لبنان وعدم قدرة إسرائيل على طحنها مثلا كل هذه الأمور تشكل عناصر أو الرغبة التركية في الهيمنة الإقليمية أو أن يكون المال الخليجي هو المال الذي يستطيع أن يتحكم في مصار ومصير الشعوب العربية باتجاهات سياسية كل هذه الأمور تعني أن اللاعبين الإقليميين أو الأطراف الإقليمية تحاول أن تلعب دورا في هامش تجد فيه الولايات المتحدة غير قادرة على أن تلعب الدور القيادي البارز في المقدمة بما أنك تحدثت عن الإدارة الأمريكية المقبلة وتوقفنا عند هذه النقطة أن هناك محاولة لدفع الملف الإيراني إلى الواجهة في صلب اهتمام الإدارة المقبلة للخارجية ما هو الملف الأساسي الذي يمكن أن يتوجب على وزارة الخارجية الجديدة أو وزير الخارجية أو وزير الخارجية ربما يكون جون كيري التعامل معه هل سيكون الملف السوري فقط؟ الملف السوري في تقديري لأن الملف السوري هو عقدة يوصل إلى إيران بالضبط يوصل إلى كل الملفات هو عقدة العقد العقد وبالتالي هناك نظرة يعني هل نجد أنه يمكن الاستخبارات الأمريكية فجأة بعد سنتين تقريبا اكتشفت أن جبهة النصرى هي إرهابية ألم تكن إرهابية في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الرابع والسادس والآخرين كل هذا يدل على أن هناك وضع تحاول فيه الولايات المتحدة أن تدخل في نطاق نوع من ترتيبات للمنطقة باتجاه حصد أو حصاد لما أقدمت عليه القوى الإقليمية وربط ذلك بطريقة تجعل أن الثورات العربية التي حدست وما يسمى بالربيع العربي يمكن أن تربطه وتشبكه في شبكة من العلاقات المصلحية لتقسيمات جديدة في العالم العربي ليست بعيدة عن تقسيمات الهيمنة السابقة اسمح لي منذر أن ننتقل أخيرا إلى محمد صادق الحسيني مجددا وأسألك يعني رغم أن الوقت دهمنا هناك جولة جديدة من المفاوضات ستجري حول الملف النووي الإيراني منتصف الشهر المقبل برأيك هل يمكن أن تحمل هذه الجولة جديدا أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تريد إفشالها لكنها لا تريد أن تكون هي في الواجهة لذلك هي تصر على المفاوضات المباشرة وتريد أن تشتري الوقت حتى سوريا بالمناسبة هي أرسلت عبر أمير قطر رسالتين حتى الآن في كل مرة تقول أن الوضع السوري خلال أسبوعين ينتهي وبالتالي عليكم التحضر لما بعد بشار وهذا أفضل لكم وكان الرئيس أحمد النجاد يرد على أمير قطر بشكل واضح هذه معلومات أكيدة يعني أنكم تستعجلون هذا الأمر انتظروا قليلا الوضع ليس كما تتصورون أو ليس كما يقول لكم الأمريكيون والغربيون أو حتى لو كنتم أنتم تعتقدون ذلك لذلك أنا أعتقد أنهم في المفاوضات خمسة زائد واحد لن يقدموا رزمة جديدة لن يقدموا شيء جديد سنركزوا على مسألة مكافحة سنكون أمام جولة شكلية مكافحة الإرهاب نعم هذا صحيح خصوصا كما تفضل زميلي الدكتور منذر سيناقشون موضوع مكافحة الإرهاب والقرصنة مقابل إيران ستطرح التعاون في حل مسألة البحرين وسوريا نعم كما سبق وأن نقش في بغداد وموسكو مع كاترين أشتون التي بالمناسبة هي التي ستكون الواجهة للمفاوض الأمريكي الذي لن يحصل على وقت للمفاوضات مع بيتور سعيد جليلي لأن القرار الإيراني عدم التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية مدام لم يتغير شيء في الرزمة الأوروبية أو الغربية أو الأمريكية يجب أن يتغير بشكل حقيقي وملموس شكرا لك لأنهم الآن يقتلون المرضى عندما يمنعوننا يريدون منعنا من التقصيب بعشرين بالمئة هذا يعني كل مرضى الكبد والقلب يجب أن يموتوا وهذا قتل للإنسان محمد صادق الحسيني الكاتب والمحلل السياسي من طهران شكرا لك أختم معك ووجه الشكر أيضا إلى ضيفي في الستوديو الدكتور مونذر سليمان مدير مكتب المايدين في واشنطن الشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام موعدكم مع حلقة جديدة من حوار الساعة غدا في مثل هذا الوقت دمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر